رحلة النعنى كشف سحر قصر الحمراء إسبانيا يقع قصر الحمراء حسن إسبانيا الأسطوري فوق تلة سديكة ويطل على مدينة غرناطة يتمتع مجمع القصر والحسن هذا والذي يترجم اسمه إلى في رادوان بتاريخ غني آسر مثل هندسته المعمارية المذهلة تبدأ رحلتنا في القرن التاسع في ذلك الوقت تم تشييد الأسوار الأولى لقصر الحمراء على أنقاض حسن روماني قديم كانت هذه ولادة القلعة التي لعبت دورا محوريا في تاريخ إسبانيا خلال القرن الثالث عشر حولت السلالة المصرية هذه القلعة إلى مدينة فخمة المنحوتات المعقدة وأعمال البلط الساحرة والحدائق المورقة جعلت قصر الحمراء مثالا للفن الإسلامي وصلت قصص روعتها إلى مسافة بعيدة جلبت عملية الاسترداد المسيحية في القرن الخامس عشر تغييرات كبيرة أضاف المسيحيون المنتصرون لمستهم الخاصة إلى قصر الحمراء مما خلق اندماجا مع ماريا فريدا وآسرا حتى الانحدار والإهمال لم يتمكن من نحو جاذبية قصر الحمراء خلال القرن التاسع عشر ألهم جمالها الشعراء والفنانين والموسيقيين مما أدى إلى ترميمها والحفاظ عليها اليوم قصر الحمراء يقف كموقع للتراث العالمي لليونسكو في كل عام ينجذب أكثر من مليوني شخص إلى سحرها الغامض منا يجعلها النصب التذكاري الأكثر زيارة في إسبانيا تفاصيلها المعمارية المعقدة وحدائقها الموارقة هي مشهد يستحق المشاهدة زيارة قصر الحمراء هي رحلة العودة في الزمن القصبة أقدم جزء من المجمع توفر مناظر خلابة لغرناطة من هنا يمكنك أن تشعر بثقل القرون وتقدر الأهمية الاستراتيجية لهذا الموقع تشكل قصوراً مصريين قلب قصر الحمراء إن الدخول إلى هذه القصور يشبه الدخول إلى عالم من الأنماط الهندسية المعقدة والأرابيسك الدقيق الذي يعكس قمة الفن الإسلامي حدائق جينيراليف هي وليمة للحوس إن سمفونية المعالم المائية وزهور العطرية والممرات المظللة تجعل من هذا المكان المكان المثالي للراحة والتأمل يقف قصر شرل الخامس وهو تحفة فنية من عصر النهضة في تناقض صارخ مع العمارة الإسلامية تعتبر ساحته الدائرية أعجوبة من التناسق والتناسب زيارة قصر الحمراء هي شأن على مدار السنة كل موسم يجلب سحره الخاص يوفر الربيع والخريف درجات حرارة لطيفة وألوان نابضة بالحياة مما يجعلها مثالية للاستكشاف الصيف على الرغم من حرارته يعطي فرصة لرؤية قصر الحمراء في ضوء مختلف تعد جولة الشفق تحت السماء المرصع بالنجوم تجربة سريالية تستحق تحدي الحرارة الشتاء يحول قصر الحمراء إلى أرض العجائب الهادئة يخلق الهواء النقي والسماء الصافية وقصر الحمراء المغطاة بالثلوج مشهدا ساحرا مما يجعل هذا وقتا سحريا حقا للزيارة تذكر أن زيارة قصر الحمراء تتطلب التخطيط تباع التذاكر بسرعة لذا تأكد من الحجز مسبقا ينتظر هذا النصب الخالد مشاركة تاريخه وجماله وأسراره معك انضم إلينا في هذه الرحلة تجربة الناضي شاهد اندماج الثقافات أشعر بنض التاريخ دع جاذبية قصر الحمراء تأسرك ترجمة نانسي قنقر